السلام عليكم هاد الفيديو خاص بالتلاميذ الاولى باكالوريا المقبلين على اجتياز امتيحان الجهوي الموحد اذا غد نشرح في هاد الفيديو طريقة تحميل استدعاء الخاصة بهاد الامتيحان الجهوي اذا غد تمشيو المحرك البحث لجوجل غد تكتبو مصارسيرفيس.مين.غوف.ما ادخلو المصارسيرفيس. ثم هنا هاد يدخلو الفضاء الخاص بالتلاميذ كما كتدلو اه باش تدخلو لقونت ديالكم. ثم تكتبو اه اللي هو اه يعني رمز مصار متبوع اروباس تعليم. ثم كلمة المرور. وتسجيل الدخول. اذا هنا مليك تديرو السجيل الدخول. كيطلب لك واحد ليمايل ليه هو الجيميل.com ليه هو الواب السونيليه. اللي ما عندك شغلت تدير الغاء. وهتلقى واحد البوتون الى الثاتمية. فهاد مكتوب عليها تحميل استدعاء لجتياز امتيحانة الباكالوريا. كما كتشوفوا معي في الفيديو هنا يا تحميل استدعاء لجتياز امتيحانة الباكالوريا. غتكريكي على ذاك الرابط. سوف يتلاحظ بعد ما تكليك على ذاك الرابط أنه سيستم تحميل واحد للPDF اللي هو La Convocation إذا كليكوا على ذا La Convocation شرحوا ما هو المحتوى ديالها كما تشوفوا استدعال اجتياز المتحال الجهوي الموحد إذا هنا المعطيات أو المعلومات الخاصة بالمطار الشح المتحال 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 المتح يعني ببرمجة ديال المواد مثلا هر يوم الجمعة بنسبة للشعبة ويدوزو الاجتماعيات يعني في الفترة المسائية ثم يوم السبسة ديوزو اللغة الفرنسية في الصباح والطربية الإسلامية ثم اللغة العربية في الفترة المسائية إذن هنايا من بعد كين مجموعة ديال التوجيهات الخاصة بالتوقيت خاصة يعني الحضور إلى مركز الامتحان قبل بداية الامتحان ب45 دقيقة ثم إجراءات الخاصة بزجر غش والوتائق اللي خاصة أنه أي مترشح الامتحانات أنهم يجيبهم ومن بينهم الاستدعاء الاستدعاء للاجتياز الامتحان ثم الإجراءات يعني الوقائية خاصة بالتباعد المكاني بين مترشحين ارتداء الكماما التعقيم اليدين عدم زباد الأدوات ما بين المترشحين إلى آخر إذن هذا بعض التوجيهات إذن بالنسبة لهذه الورقة هذي هذي الكونفوكاسيون هذي تطبعوها يعني تكون ورقية باش تنتوها يوم الامتحان إذن بالتوفيق للجميع إذا كانت شي تساؤل احطرية في كومنته شكرا